حاول الأستاذ عمر الدردير وهو اللي اعتاد الفترة الأخيرة أنه هو بيقدم شكل كوميدي رياضي أنا بصنف أنه هو بيدخل لون جديد للإعلام يعرف بالكوميديا الرياضية يعني الموضوع هذا لي أكتر منه جدي أو أكتر منه معلوماتي طبعا قصارة النادي الأهلي بسوداسية 44 كانت مرتبطة ارتباط أصيل بصفر النادي الأهلي لفلسطين ولكن تعالوا نشوف أستاذ عمر الدردير تحدث في إيه عن التاريخ وعن الصفر لفلسطين وعن أسباب السوداسية ونرجع نعقب لأن النهاردة يوم إطلاق الحقائق على أكاذيب لايمكن كانت تمر وأجيال تسمعها وتفتكر أن هي حقائق نطلع نشوف الفيديو التاريخ لا يمحى وموجود فبالتالي بس لما بتيجي تعمل كذبة وتأكدها وده يأكد عليها وده يتكلم عليها فبتتحول لحقيقة فعايز أقول لك أن ماتش الأهلي والزمالك الأهلي لا بتشكيله كامل ما فيش أي صحة لأن الأهلي كان في فلسطين ومش عرف الكلام اللي بيقولوه ده ده حاجة طلعت فجأة يعني لوين دولة لكن طبعا ده كلام ما لهش أساسه الصحة ويجب أن التاريخ لا ما ينفعش في حاجة تاريخية نقول أصلي تجاوزا هنقول لا التاريخ لا ما ينفعش يعني أنتم متخيلين مين اللي بيجذب على التاريخ ويتحدث أن التاريخ لا يجب أن يجذب عليه وأن ما ينفعش أن التاريخ يتغير وعشان ما ينفعش التاريخ يتغير وإحنا معاك يا أستاذ عمر يا دردير حنعرفك التاريخ اللي أنت حاولت تتغيره وما ينفعش يتغير النادي الأهلي وخسرته بالستة صفر الف تسعمية اربعة واربعين ستظل شرف ليوم الدين زي ما قال جمهور النادي الأهلي ليه؟ لأن فعلا سافرنا لفلسطين لأن فعلا تحملت قرارات الشد نتيجة اختيارك أن أنت تسافر وتدعم القضية الفلسطينية للبعض بيقول إزاي القضية الفلسطينية كانت موجودة قبل 1948 وده جهل بالتاريخ ومحتاج تكتب بس سرش كده على كلمة القضية الفلسطينية وإنت تعرف الوقت ده كان بيحصل فيه إيه؟ والنادي الأهلي سافر ليه؟ ببساطة تعالوا نأكد الأول الوثيقة التاريخية في جريدة الأهرام 1 سبتمبر 1943 وهنا بيقول وقع ما كنا نخشى من اشتراك من سافروا من لعب كرة القدم إلى فلسطين من المباريات فكتباروا يوم الأحد الماضي مع نادي البطار من أندية اتحاد فلسطين تمام هنا بيتقال إن حيتم تطبيق القانون على اللي خلفه القواعد نيجي في قرار 6 أكتوبر 1943 وبيتقال ننقل الخبر اللي بعده 6 أكتوبر 1943 وبيأكد الخبر شطب اللاعبين قررت لجنة اتحاد العليا شطب اللاعبين اللي زينا صافروا إلى فلسطين وقد حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة والعزة فهمي بك وزيره الحقانية ومحمد حيدر باشا وحسن فهمي رفعت باشا وفهد أنور بك إلى آخره طيب هنا إذن واقعت السفر لفلسطين صحيحة وواقعت شطب اللاعبين صحيحة في 6 أكتوبر 1943 اللاعبين اتوقفوا لعدة أشهر قبل مباراة الكأس اللي تلعبت في 1944 ولأن كابتن خالد الغندور حظه وحش قوي معانا كان مفترض كابتن خالد الغندور هو اللي يقدم لأستاذ عمر الدرديري المستندات دي والوسائق دي لأن لما تقال في وجود كابتن خالد الغندور من عمر الدردير إن الحجة بتاعة السفر لفلسطين دي ما حصلتش كان أقدر واحد إنه هو يرد إن هي حقيقة وما يقولش في أول فيديو عرضناه لكم الموضوع بتاعة السفر لفلسطين والكلام اللي بيتقال دا كان لازم هو اللي يرد هتقول لي كابتن خالد الغندور هو اللي يرد فيما يخص وقعة تخص النادي الأهلي آه هقولك كابتن خالد الغندور هو اللي يرد في وقعة تخص النادي الأهلي ليه هو اللي يرد؟ لأنك هتسمع شهادة تاريخية على لسان خالد الغندور وهو يؤكد أن الستة صفر شرف ليوم الدين نطلع ونسمع الفيديو تفوق فريق فاروق بحق ولعب على أحسن حال وهزم غريمه النادي الأهلي بستة أهداف للا شيء فاستحقت تهنئة وظفر بكأس الملك المحبوب ولكن هزيمة النادي الأهلي الكبرى نصر أدب كبير يجب أن يعرفه الجمهور فالنادي الذي شطب فريقه عاما رياضيا بأسره كان يجب أن يشترك في الدورة الرياضية هذا العام لعدم المران والشلل الكامل الذي أصاب نشاطه الرياضي كان هذا هو الواجب فنيا ولكن كأس كأس الملك والمساهمة في مباراةها شرف واجب ولهذا لم يتردد في أن يقبلوا الهزيمة سلفا مثلا قاعدة في ميدان الروح الرياضي العلم ومسوء الحظ أن مبرانة النهائية حددت في أسبوع الامتحانات النهائية وأغلب فريق النادي الأهلي طلب يمتحنون بالفعل ومع ذلك قابل النادي الأهلي الهزيمة سلفا ليضرب مثلا أعلى آخر في دنيا النظام وإن ظلم نفسه وأبنائه هذه الإصابات الستة سمة رياضية نموذجية تسجل تقليدا أخلاقيا عالميا غاليا وإلى اللقاء في العام القادم وده الأهرام هنا احنا جبنا النتيجة شوف بينا بيقولك الأهرام إيه رأيها بعد يومين العرام الرياضية برضو كبت أما الأهلي فلولا أنه داخل هزيمة مساوقة متحدين وثقة من نفسه لقولنا أنه له الأزر في هزيمة لقلة مرانه لكنه كان على كل حال شجاعا في الملعب لم تهون هزيمة أفراده إلى اللحظات الأخيرة وكانت خطوة دين جلة قبل المطش ده بحوالي عشر شهور حدك لو أبتهى كده أقول صفحة فريق النادي الأهلي وقد أشيرة بعلامة النجوم القاهرة الذين شطبوا وهم الكاوي على الأرض وفي الصف الأول كامل مسعود وأمين شعير وفي الصف الثاني مونير وصلاح عثمان والصواف ورأفة ولبي وفي الصف الثالث المهلمي والجندي والفار ولم يظهر في الصورة الكسار ومخمر إيه رأيك في دي؟ حلوة مش كده؟ أنت اللي على لسانك بتوسق للنادي الأهلي أن خسرته بالستة صفر كانت وسامة على صدره أنت اللي على لسانك بتوسق أن النادي الأهلي لعبك المباراة اللي خسر فيها ستة صفر ولعبته مشتوبة وما بيلعبوش من شهور أنت اللي على لسانك بتوسق للنادي الأهلي أنه لعب المباراة اللي خسر فيها ستة صفر رغم ظروف كانت تمنع أي فريق تاني أنه يلعب أنت اللي على لسانك بتوسق للنادي الأهلي أنه خسرته دي كانت حاجة يتشرف بيها كل أهلاوي وإنت اللي كنت بتستعرض التاريخ وبتقرأ الخبر في الحلقة اللي أنت كنت قاعد فيها تناسيت وحاولت تعمل أن ده ما حصلش بس إحنا جبناه على لسانك إنتا مش على لساننا إحنا عشان يعرف كل زملكاوي قبل كل أهلاوي وتعرف إنت وإن كنت عارف أن الستة صفر هتظل شرف ليوم الدين يفخر بيها كل أهلاوي أن الخسارة دي جاءت عشان زي ما تقال النادي الأهلي يكرم ويوصق فكرته بمعاييره الأخلاقية ومعاييره الوطنية اللي صعب تلاقيها في أي نادي تاني إيه رأيك يا كابتن خالد؟ أعتقد الفقرة دي محتاج بجد تراجع كل حاجة أنت عملتها إعلاميا من ساعة ما ظهرت بعد ما شوية الوصائقيين دول اتعرضوا ويا فقرة بنصح كل أهلاوي أنه يحتفظ بيها مدى حياته لو حب يحطها لينك الكابتن خالد الغندور فيما يخص مصدقيته في أي شيء وأي موقف طيب كانت دي نهاية ما يتعلق بالهزيمة بسوداسية